أزمة الدرجات الخاصة في العراق أزمة جديدة تضاف إلى معضلة إكمال التشكيلة الوزارية التي لا تزال وزارتان فيها شغرتين وقد لعب الصراع السياسي والنظام المحاصصة الحزبية في العراق المعمول به منذ عام 2003 دورا كبيرا في تفاقم أزمة الدرجات الخاصة التي يقصد بها وكلاء الوزراء والمديرون العامون والمستشارون ورؤساء الهيئات وسفراء ومكاتب المفتشين العمومي الأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات ولقاءات قوى سياسية مختلفة في العراق كشفت عن عزم هذه القوى إنهاء ملف المناصب الخاصة عن طريق المحاصصة وتوزيع المناصب بينها بحسب الحضور البرلماني لكل كتلة سياسية الأمر الذي كانت غالبية القوى السياسية بالبلاد أكدت معارضتها لعودتها في توزيع المناصب بالحكومة وجعلتها شعارا لها في حملاتها الانتخابية تحركات الكتلة السياسية لإنهاء ملف المناصب الخاصة بالمحاصصة تزامنت مع تصريحات لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي أقر فيها بوجود ضغوط تمارسها عدد من الأحزاب بشأن تولي المناصب الخاصة حاولوا البعض التدخل وفرض أسماء أو الضغط لفرض أسماء إلى آخر كذلك تزامنت مع تحذيرات برلمانية من وضع حرج قد تدخل مؤسسات الدولة في سراديبه المظلمة بسبب عدم الالتزام بحسم الدرجات الخاصة في موعدها المحدد الأمر الذي سيشكل خللاً قانونياً كبيراً في هذه المؤسسات النائب حسين عرب أكد أن ما تم إنجازه هو 107 درجات من حوالي 4500 درجة لا يزال الموظفون وفقها يمارسون مهامهم بالوكالة عرب بيّن كذلك أن قسماً من تلك الدرجات منحت خلال المدة الماضية لغير المختصين وخارج السياقات القانونية مثل الشهادة الدراسية والخدمة الوظيفية وهؤلاء بحسب النائب عرب سوف تنتهي يوم الأحد القادم المتعلقات الإدارية والمالية بهم فكيف سيحسم هذا الملف؟ يتساءل النائب النائب همام التميمي حذر كذلك من وضع حرج قد يؤثر سلباً على أداء الدولة بعدم حسم ملف الدرجات الخاصة التميمي قال أن الوقت يداهم الحكومة حيث أن قانون الموازنة يجرد من تبوأت درجات الوظيفية الخاصة بالوكالة من صلاحياته في مهلة تنتهي يوم الأحد القادم ما يضع مؤسسات الدولة في أزمة كبيرة ترجمة نانسي قنقر